السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 أحدثكم الدكتور محمد عبدالعزيز سعيد في الجزء رقم 3 من شفط الـ 2 هنتكلم عن الآليات التي تتم بها عملية البلمرة Mechanisms of Polymerization عندنا في الحقيقة آليتين بتتم بها واحدة اسمها Addition Polymerization واحدة اسمها Condensation Polymerization Addition Polymerization سموها أنهي Reaction Gross Process يعني التفاعل مستمر بينما الـ Condensation Polymerization بيسموها Stop Reaction Gross يعني ما فيش تنامي للتفاعل وقت ما حصل انتهى طيب تعال نشوف Addition Polymerization أباراني Addition Polymerization أباراني هي Process By which Volumary Chains Are Built Up By adding manomars together without creating a by product يعني احنا عرفنا قبل كده البوليمر وقلنا انه عبارة عن E-Chains متصلة طيب في هزي الطريقة احنا بنبني E-Chains بنبنيها ازاي؟ بواسطة اضافة المانومار together طيب لكن بشرط اني ما يكونش عندي منتج سانوي في هزي العملية تمام؟ طيب المانومار عبارة عن ايه؟ المانومار عبارة عن Unsaturated Bond يعني هو فيه روابط غير مشبعة هزي الروابط كانت تكون سنائية او سلاسية والروابط هي الكوفيلانت بونت افكرك بالكوفيلانت بونت هي عبارة عن لم يكون عندي زرتين كل زرة تحتوي على عدد معي من الالكترونات في المداري الخارجي بتتشارك مع زرة اخرى هزي الالكترونات والمجموعة محصرة الالكترونات دي تلف حاولين النواد دي شوية وحاولين النواد دي شوية كوفيلانت وبين دهم رابطين بين الزرتين بطول الكربون تمام؟ وفي نفس الوقت ده Organic Molecule يبقى انا حققت ده المانومار اللي عندي طب ايه اللي يحصل؟ قالك تبدأ تتفكك الروابط وتديني الوحدات اللي انا شايفها الاسيلين اللي هو المنفاصل ده اسيلين اهو اسيلين اهو لكن رابط بينهم برابطة مربطين مع بعضهم طب هل انا كده حققت الشرط بتاع البوليمر؟ نعم ادي عندي chemical unit هاي بتتكرر اللي سينيلي بيكرر تمام وفي نفس الوقت joining together مرتبطين مع بعض يبقى اداني بوليسيلين ودي طريقة الادشن بوليمر ايدي